السلام عليكم لقي أول أمس السبت خمسة أفراد من عائلة واحدة مصرعهم تحت الأنقاض في حادث انهيار مفاجأ لمنزل مكون من ثلاث طوابق بحي زقاق الرمان بالمدينة العتيقة فاس واستنفر الحادث السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية في الوقت الذي خلفت فيه الواقعة الرعب والخوف في صفوف الساكنة خوفا من تكرار المشهد بمنازل مجاورة السلطات المحلية بفاس وعناصر الوقاية المدنية نجحوا بعد ساعات في انتشال جثث الضحايا حيث جرى نقلهم لمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الغساني بتعليمات من النيابة العامة ويتخوف الكثير من ساكنة المدن العتيقة خاصة سكان الأحياء الشعبية من انهيارات مماثلة قد تلحق منازلهم القديمة خلال التساقطات المطرية التي تشهدها عدد من المدن بالمملكة إلى هنا ينتهي خبر اليوم شكرا للمشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد مع السلامة